مشاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوح أهلا بكم دكتور أسامة بداية صحيفة Wall Street Journal تقول أن إيران تؤسس ميليشيا جديدة في جنوب سوريا كيف تقرأ هذا الخبر وتداعيته السلام الرحمن الرحيم يعني إيران هناك حملة أمريكية نظنها كاذبة ومبالغ فيها ضد إيران فهي تضغط باتجاه إعلامي ربما لقصقصة أجنحة إيران في سوريا ولذلك إيران كما يردنا من أخبار غير هذا الخبر أنه هي تكون ميليشيات جديدة وفي الحقيقة هناك ترتيبات إيرانية لإدخال الميليشيات التابعة لإيران داخل لا يسمى بالجيش السوري أو الجيش العربي السوري بملابس عسكرية سورية وبالتجنيس وبترتيبات كثيرة جدا فيها التوطين أيضا لهؤلاء ماذا هذا التوقيت بالتحديد لتأسيس الميليشيات؟ التوقيت أنا بدأت به بذكره أنه هناك إرادة أو حملة أمريكية مدفوع ثمنها يعني حتى تخبع الخليج أمريكا بأنها تعلنها ضد إيران هي ليست ضد إيران طبعا وإيران بالنسبة لأمريكا هي فزاعة تستخدمها أمريكا لابتزاز كل الدول في المنطقة على كل أحوال على كل أحوال أمريكا تريد يعني إظهار أنها ضد إيران وأنها تريد خروج الكوات الإيرانية من سوريا تحديدا ولذلك إيران تعمد إلى إنشاء ميليشيات جديدة ذات طابع مثلا لبناني أو طابع سوري يعني بمن أجهزة ما يسمى بجيش العربي السوري طيب ستكون ضمن الجيش العربي السوري يعني في النهاية إذا كان الأمر يعني كذلك كما تفضلت هل تعتقد أن روسيا يمكن أن تدخل على الخط لا سيما بعد الأنباء التي تتحدث عن اعتراض مقاتلة روسية لمقاتلتين أمريكية وفرنسية يعني الأجواء السورية ما يحدث فيها من بعض التداخلات في الممرات الكريدورات الجوية هذا لا يعني أي شيء سياسي ولا يعني أي شيء استراتيجي حتى نعطيه الأهمية لأن الأجواء السورية مكتوة تنواع كثيرا جدا من الطائرات وهناك إدارة مشتركة لتنسيق الممرات الجوية والتزامنات يعني في الطلعات وفي القصر لذلك هذا الأمر ليس بالأمر الهام هناك أمر لا بد للمشاهد أن يعلمه أن أمريكا هي التي تدير فعلا الملف السوري هي التي أعطت الفرصة لروسيا لتلعب دور الشرطة القذر وهناك تفاهمات روسيا أمريكية مستمرة بل يومية وأيضا أمريكا التي أعطت الدور لإيران منذ البداية ولو أرادت أمريكا فعلا خروج إيران من سوريا لأعطتها مهلة 48 ساعة تجد كل الميليشيات قد غادرت طيب انتحدثنا عن روسيا قليلا دكتور أسامة هناك حديث أن بوتين يسعى إلى سحب الدعم الأوروبي من أجل ما يسمى بإعادة إعمار سوريا والقمة الرباعية التي جرت في إسطنبول كانت هناك ردود من فرنسا ومن ألمانيا بالرفض لمثل هكذا مشاركة هل تعتقد أن روسيا تورطت عندما دخلت إلى سوريا منذ البداية يعني إذا قرأنا المستقبل سنقول نعم تورطت لأن الورطة ليست ظاهرة الآن بشكل واسع ولكن روسيا تلهث منذ ما يقارب الستة أشهر تلهث وراء عنوين اسمها إعادة الإعمار وعودة المهجرين أو اللاجئين وكل الأنوانين هما ضمن الرغبة الروسية بالفائدة المادية التي تحصل على المادة عن طريق ما يسمى بإعادة الإعمار طبعا هناك بين قوسين سرقات تكون وليست إعادة إعمار وعودة اللاجئين أيضا تحتاج إلى أموال طائلة فيتاع على الوترين من أجل أوروبا تحديدا أوروبا التي أعطت إشارات أنها ستمول مثل ذلك ولها شروط الرغبة الروسية لم تتحقق وهي تلهس وراء ذلك باستمعه دكتور رسامة الملوحي رئيس الهيئة السورية للإنقاذ شكرا جزيلا لك